ألقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني كلمة في اجتماعات الجمعية العامة 146 والدورة 211 للمجلس الحاكم الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة والمنعقدة تحت شعار تعزيز التعايش السلمي في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 15 مارس الجاري وفي كلمته قال البركاني أن العالم الثلاثاء يعيش حالا من الاضطراب والنزاعات والاقتتال في كثير من البلدان وخاصة في عالمنا العربي وفي مقدمتها اليمن جراء تدخل ليراهن وعبتها بالتعايش السلمي بين الأمم وأشار إلى مبدأ التعايش لم يعد مجرد طرفا فكري بل هو ضرورة لحماية مستقبل البشرية من أقطار دعوات الكراهية والعنف والإقصاء ما يستدعي استنهاد قدرات المجتمعات الإنسانية وتوحيد جهود الدول لتعزيز هذا المسار كقيمة إنسانية جامعة تكفل حماية التنوى